نعم عسكرا مفتشوا معك مع المختار او بدون مختار؟ مع المختار، الضابط شاكك انه في جريح بخبينه بالمع مزعج عالطورت محتاركي بدو لبسنا شي دامي كمل شغلك خير يا مختار واحد جريح بيشبه هالصورة عم بقوله تقوص بالمنطقة عنا وبالحرج ضابط عم بفتش على مين يعرف اذا بوجه مرسوم باليد بصعب حدا نيعرف عادكم صورة اصلية؟ اذا بشبه شوية الصور هاو شغيح لازم بيقول اذا بيشبه هاو ما بيشبه نعطيك خبر اذا في واحد بيخبي هادا جريح في حبس في جريح او بلا جريح في حبس اذا بتزعل شوية من حدا في حبس انت بفهم انت بفهم اعتغ يلا نمشي كنت متخبه ما بدي الضابط يشوفني عندك انا كما يفتشوا لبيته بدي ان واحد جريح يفتشوا المامل ضابط عنده شك بحوالي ثلاثين بات ومحل انا وانت ومسرين من بيناتهم يزار الجريح كان انسان خطير المختاري بيعرف كل شي عم بيقول انه الجريح وشب كان معه استعملوا سلاح وصرقوا العسكر الفرنسي شو صرقوا منه؟ طعمة الديفو ايد ان شاء الله يكونوا من الشباب قلبي بيقلي انه من الشباب اذا كان من الشباب لازم نفتش عليه ممكن نلاقيه بالعسكر بدنا حجة حتى نكون بالحرش ساعات من دون ما حدا يسألنا شو هم نعمل ما اكحق خيان فكر شو الهزم نعمل مين هيدا؟ انت لازم بيقول مين هاد؟ هيدا جريح عم فتشوا عليه الفرنساوية كيف نجرح؟ مين جرحو؟ انت بيشوف هاد او ما بيشوف؟ بيعغف او ما بيعغف؟ اذا انتو اللي جرحتو انا شفتو ما بيقلك ايسا ما بيقول في حبس الحبس عند فون شرف انت وحد مجنون يلا محتخ اول مرة بشوف هالظلم تباقيين شايفوا الصورة بالمستوصف بدو يشوف كمان ما بيعرفوا انا كمان ما بيعرفوا انا كمان ما بيعرفوا امشي محتخ هتو يخذونا يا جماعة الله يقصف عمره اصف بخله قرنة بالبيت ما نكشهوا وفتشهوا الضابط عم بيشتغل بهالضايعة منكايات الله يذكرنا منه رايح عامل في الجنان ويروق أعصاب عملهم في الجنان وخدني معك هيدا الضابط بدو يفتح جبهة حرب بينه وبينه راليا نعم كنت عم بحكي معي كوين سرحت بعدني هون قلتي لي الشي بديك إقرالك أفكارك وقلك بشو كنت سرحة ما فهمت شو بتقصدي كنت عم بتفكري برسمة الوجه اللي مع المختار بدي أقلك وخايفة زيد الحزن على قلبك ما في مطال كذب يا نسرين سبحان الله فعلا بيخلق من الشبه أربعين مش كل الوجه العيون والحواجب والمنخار الله يرحم هالرسمة ذكرتنا فيه أنا كل يوم بتذكره كل يوم كل ساعة كل وقت بتذكره وبترحم عليه إذا المتمردين توصلوا يسرقوا طعومة التفؤيد من المركز الصحي يعني المرض ضربهم حتى خاطروا كل هالمخاطرة حادث عن ظهرنا بسيطة هالله يبعد عنا التفؤيد مش مستعد موت بهذا المرض إن شاء الله ما يكون هيدا الجريح اللي عم فاتشوا عليه حامل المرض لازم أول ما يلقتوه ياخدوه على المحجر الصحي مش ناقصنا موطة مصابين يبعتونا أمراض مين ممكن يخاطر ويخبيه ببيته إذا ما نقوب بيت حدا بيكون المختار مخبيه عنده ما في غير هيك بيعملها المختار بيعملها ما تستبعد شي ولا تستغر بشي وإذا الضابط بيكون في بيراسه شوية دماغ بينبش بيت المختار أول بيت خايف على المختار وأهل الضيعة بيكونوا كل ما العسكر فاتوا ع بيت هربوا المطلوب ع بيت تاني هذا الضابط مش هين وبيعرف شغله كتير منيح بمجرد ما يلاقي دليل صغير بيوصل للمطلوب بس هو مرافق الشخص الغلط أنا متأكد متأكد إنه المختار متورط مع السوار لديناه لكان بدك يا يرافقنا حتى أهل الضيعة يسبتوا التهمة علينا ونطلع بالفعل جواسيس ليلة السهرة بقهوة سعدة بد ما نعمل حفلة طابل وزمر ديب قلبنا من هالحبس اللي حبسنا إياها الضابط مكيب زينا وبجوزة لما بيسمعوا الطابل والزمر بيعرفوا إنه نحن محن 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 مش فرقاني معنا لا من الفرنسوية ولا من جواسيس خليهم يتقوا ويموتوا من قهرهم ويضلوا مقبورين بهالبات لوحدهم ما حدا يدق عليهم الباب لا مين إلو نفس يدق عليهم الباب أو يتعطى معهم هن بيحالهم ونحن بيحالهم من هلأ ليفلوا الفرنسوية وبعدين لك الحديث حديث طمنك يا يوسف هولتناير رح يهربوا مثل الفرنسوية من عقلك رح يضلوا من بعد ما يخلص الانتدار من كل عقلك إذا هربوا من هون رح يقدروا يفلتوا من الصوار إيه والله ليلحقون على آخر تعطيق الأرض ومش واحدهم رح يكونوا ملاحقين كل اللي خوانا لحيلاقوا نفس المصير بس أنا حاب يوقعوا بين إيدينا نحن والأهالي والكل قلنا عليهم طاروا لازم ناخدوا بإيدنا نحن والصوار واحد يلي بيسبق بيكون أخد الطار عن التاني المترجماتrato بيزعلوا وب видели المقاطع سايرين ما عندي لا شغل ولا عمل إلا تفتيش بيوتنا ضابط عن بفتش على صاحب هذولا أيه فوقت ملا يفتش عليه إلا ببيته أنا أيكت شوفي إذا كنت بيعرف هذا الأرجل مش مشبورة ولا بدي شوف ومن هلق وبالرايح إذا بتجوا لعندي ما رح افتح لكم الباب إذا ما بيشوف بيغوح بس شو هالآخرة اللي وصلنا لها صار الزابط الفرنساوي بيستقوي عن نسوان كمان إيش بيقول هاد مدام كلام منو إلك ترجعيك سياء خليه النهار يمضع عخير طلعي على الصورة شوي كمان مرسوم رسم كيف بدون ينعرف لا ما بعرفه أكيد ما بعرفه لا يا مختار ما بعرفه هيدا الوجه غريب عن الضيعة إذا هند ما بتعرفه كيف أنا بدي أعرفه شوفي يا بنت يلا تطلع لازم تتغرفها هادي الصغار أنا ما بحبك ولا بحب العسكر اللي بفتشوا البيت وما بدي أتلع بها السورة معا حق إذا أنا مختار ومعرفته كيف هي بدأت أعرف مختار لازم بيشوف سري الشار يا بنتي وما لا سألته لا ما بعرفه ما بعرفه طيب طيب فلنا منسمع من هربايد ما حدا أدرش مرحبا صلاة ييه شها المرحبة هيدا من مين هربايد ما في حدا اللي ركد لجوه مرحبا 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 في واحد جريحة مفتشوا عليه العساكر لو بعرفه وينه كت أنا بساعده شفت صورتي مرسومة بالإيد شو بيشبه باية الله يرحمه عم تا نعم باية كان عنده خاي أو ابن عم بيشبهه لا ما كان عنده خاي ولا ابن عم باية أحلى من هالسورة بكتير كان أحلى شاب الضيعة تمه مثل تم باية بس بركة كان تم باية أصغر تمه بيشبه تم جدك وجيه أنا دايما نشوف باية بالمنام يرايت بعضه طيب يرايت يا شادي يرايت ما حدا بيعترض على إرادة ربنا الله يرحم يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضلوا زيارة خير فعلا أهلا وسهلا لو ما انتوا جيتوا كتراحل عندكم ما تعبت من هالقادي عالشباك؟ أنا تعبيني من هالصب اللي عندي لأني عارفة وين بيكون هلأ وأنا عارف وين بيكون الولد اللي ما بيسمع الكلمة مضو أصاص جربت معه المنيح جربت معه الأبيح أمش الحال كل مرة بفكر إذا طالع عنيد لبيو نصرين ورانيا بذكرو بيبيو من أدماني إنك خسرتين؟ لا أبدا كلهم صاروا عارفين إنه كنا عايشين مع بعض متل الأخوة وشادي كان نتيجة علاقة قبل الزواج ولا مرة واحدة إذا كنت عارف قصة زواجة ليه عم بتذكرني فيها؟ ما بدي ياك تحس بعقدة زنب ما عندي عقدة زنب تهمتي عم بيوزع من نشير وهذا الشي كان سبب موته كان بدي أحبسه حتى ما تشوفه نسرين ذاكرتك ضعيفة كنت ناوي تضرب عصفران بحجر واحد تم نعيشه في نسرين وأنت تاخدي راحتك مع حبيبك الضابط إذا الماضي زعجك فيك تطلق لا أبدا أنا بحبك مش ناوي تطلق لليوم ولا بعد مئة سنة أنا رايح أجيب ابني إذا ما لقيتين عند أليسار بيكون عبد سرين شادي لهلأ ما ترك القودة ويمكن بعده نايم بده يكون ترك البيت قبل ما توقع من النوم ويمكن قبل ما تطلع الشمس أنا رايح أشوفه لا تروحي ولا تعز بحالك ابنك منه بالبيت قبل ما يروح معهن ويشترك بالمشوار كان لازم يطلب منك إذن نايمان الفلاح شايف دقه راس شايف ابنك بياناتهم لا هلأ مش قادر إحكم ابني قادرين يخدوه من وقت اللي بدهم إذا ما عرفي تربيه تركيه لي إيه أنا بعرف كيف يطعم المام ابنك لازم أقصاص خليك بعيد عن ابني فادي إذا بتأذيه بأذيك ترجمة نانسي قنقر موسيقى كيف حفلة؟ كيف نزها وكيف سيران؟ وما في حدا من نون، وينون؟ ما شايف لا حفلة ولا نزها ولا سيران الفلاح قال إنه فيه موسيقى وفيه رأس الدست فاضي والنار مطفية كبز وبرغل، وصل وطوم ما بيعملوا أكل شو أنه سهاية زينا؟ متل ما قلت، لا حفلة ولا ننزها ولا سيران ما قلت يغيروا رأيهم؟ ما قلت يغيروا رأيهم؟ يلي بيغير رأيهم بياخد غراضوا معهم سؤال وين اختفوا كلهم سوا؟ راحوا وأخدوا ابني معهم؟ لوين راحوا؟ هلا شغلك بالك ابنك؟ ما كل الوقت عندهم ومعهم ناسي أمه وعمه جوز أمه ما تزيد على قلبي فادي يلي فيني بيكفيني من شادي ومن نون مش عم بزيد على قلبك، بس هذا الواقع مش مهم وين راحوا المهم الجماعة مرتاحين على وقتهم ما عاملين نزها وعملين أكل ولا على بالهم بال ما هيدا اللي قاهرني؟ مدال ما حس الخوف مسيطر على حياتهم؟ عمشوف العكس وكل ما تواجهوا مع ضابط المركز عم يطلعوا من عنده ووالة كأنه صاير شيء كلها مظاهر وينكيات مش بس بالضابط والفرنسيوية وفينا كمان بس هن من جوا مجروحين والزل عم بينقط من جبينهم طلعي بعيون نسرين بتلاقيهم عم بينقط وحسد وغيري منها أنا كلها مش شايفتها وإذا الكل واقفين معا الكل راحين دموا بعدين إذا طلبوا مساعدتش يوم ما رح ارحم حدا منهم هولي بهايم بتعرفيهم من أكل الحقل اللي بياكلوا منه وما رح يطلبوا مساعدتك لسبب واحد لأنهم ما بيعفوا مصلحهم تكتبوا مميق وينكيات تكتبوا مميق أما بزرد تكتبوا مقاً حسنا حتى مميق أيف حدا حسنا 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 قرار شهي حسنا حسنا كيات منيحي اللي خبرتيني عفاكي هيد الشقفة من قميس الجريح كيف عرفته؟ علي يا دام بده يكون قطع قميسه حتى يربط الجرح في أمل نلقيه لازم نلقيه